في سياق الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا توفي ستة من العمليين في المجال الصحي جراء فيروس كورونا المسجد في الصين وصيب أكثر من 1716 بالوباء وفق حصيل أعلنتها الحكومة الجمعة وصلت الضوء على المخاطر التي توجهها تواقم طبية في المشافئ والأسيمة مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذرا في كانون الأول ديسمبر من وباء كورونا غير أن الشرطة هاجمته لاتهامه بنشر شائعات وأثرت وفاته غضبا في الصين